خلينا نروح معكم لموضوع الحقيقي إيجابي جداً وتقلق وإنجاز كبير حقاوة أبطال الأولمبياد المصري الخاص اللي قدروا أنهما يحصدوا 49 مدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرنزية في الأولمبياد الخاص 2023 اللي تم تنظيمه في العاصمة الألمانية ببرلين بمنافسة شملت أكتر من 190 دولة حول العالم بمنافسة شملت أكتر من 190 دولة حول العالم تمكن أبطال الأولمبياد الخاص من حصد 49 مدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرنزية ببطولة الأولمبياد الخاص بالعاصمة الألمانية برلين حيث تشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مكونة من 109 أفراد عبارة عن 69 لاعباً ولاعبة و37 مدرباً ومدربة بالإضافة إلى رئيس الوفد ونائب له وطبيب ويعتبر الأولمبياد الخاص المصري هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين وتحمل شعار الكل فائز ونافس أبطال مصر في 15 رياضة مدربة بالألعاب هي كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، الريشة الطائرة، الجنباز، الجودو، الفروسية، رفع الأثقال، البولينغ، والبوتشي، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى والهوكي الأرضي بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرين الشباب العالمي واللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي حيث يشارك فيها أكثر من 7 ألاف لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 190 دولة حول العالم بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 20 ألف متطوع واستهتمام أكثر من 500 ألف فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمرافقين لهم والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية والتي تحظى بحضور كبرى وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم اشتركوا في القناة